لقطات في المباراة النهاردة لقطة فنية الأول اللقطة الفنية بتقول لنا أنه عنوانها كده مارسيل كولر من وجهة نظري هو أفضل مدير فني عمل روتيشن في الأهلي في خلال العشرين سنة اللي فاتوا يعني يمكن هي بتبقى قاسية على اللاعبين هو صمم عليها يمكن هي بتبقى متعبة شوية لأن الإعلام والمحللين يفهموها لكن هو صمم عليها يمكن هي في الأول بتبقى حتى مش مقبولة قوي داخل الفريق لكن هو صمم عليها والحقيقة أن تصميم الراجل عليها تحسن كمان في خلال الرحلة فبقى يعمل الروتيشن بشكل يوصلك للنهاية اللي ختم بيها الأهلي المباراة النهاردة إيه اللي قصدوه؟ مفهوم طبعاً فارق الإمكانيات الكبير جداً ما بين الأهلي بقائمته الكاملة وما بين طلاقع الجيش المرهق هو كمان واللي لعب ما تشتي إيه منهم اتنين أهلي في الفترة الأخيرة بقائمته الحالية لكن انت بتتكلم على الأهلي بالروتيشن اللي بيعملوه ما خليك توصل للديئة الأخيرة من زمن المباراة بنشاط واضح جداً للفريق مش فريق كسبان اتنين وتمام يلا بقى نخلص المباراة عشان نركز في اللي بعدها لا الفريق لحد آخر المباراة ضغط كويس وقت الاستحواز الكرات بيتم تنقلها بتمريرات قصيرة واللعيبة بتتحرك لبعض بتفتح مساحات تمرير إيجابية جداً بيخليها الفريق فايق رغم ضغط الماتشات اللي كولر نفسه اشتكى منه أول ما رجع من بطولة أفريقيا اللي توج بيها الأهلي على حساب التراجئة التونسي حقيقة إن كولر عامل الروتيشن بشكل مثالي ويكفي إنه في آخر تلات ماتشات أشرك كولر واحداً وعشرين لاعباً تعالوا نقولهم مع بعض نمسك آخر تلات ماتشات بس واحد وعشرين لاعب والأهلي فيهم كسبان أربعتين واثنين مصطفى شبير كريم فؤاد محمد عبد المنعم ياسر إبراهيم محمد هاني إمام عشور مروان عطية أكرم توفيق طهر محمد طهر وسامبو علي أحمد عبدالقادر عمر كمال عبدالواحد عمر السلية حسين الشحات ريدا سليم النهاردة شاركه وفي آخر عشر دقائق بين إنه مش مبسوط فوق شوية يا رئيضة من تاني محمد مجدي أفشة بيشارك آخر تلات دقائق فوقوا بقى شوية معاك يا كولر الشناوي محمد طبعاً رامي ربيعة أليو ديانج محمد الدو كريستو كريم ندفد وكلهم بتوقيتات مختلفة وبدقائق لعب مختلفة اللعيبة بدأت ترضى بالوضع لأنه خلاص ما قدمناش سبيل للاعتراض لأن اللي بيعترض بيطلع وأن مصلحة الفريق واضح أن الرجل عارفها فبدأ يتم تقبل الأمر بشكل كويس كهرباء النهاردة كانت تالت وآخر المباريات على ما يبدو اللي هيغيب فيها عن قائمة مباريات الأهلي بسبب عقوبة نفدها عليه كولر لاعتراضه على عدم المشاركة الروتيشن جايب نتيجة مع الأهلي ويصل به إلى مواجهة بيراميدز محققاً كل الانتصارات